حديث نسا مع مها على راديو دوزان مرحبا بكم معنا مستمعينا سوف نبدأ معكم هذه الحصة الصباحية من حديث نسا الحصة القانونية أو حصة ركن المدونة كل يوم اثنين كترافقنا فيها أستاذ إلهام حبيب الله محامي بهائة الدارة البيضاء أستاذ صباح الخير صباح خير مها إذن أستاذ موضوعنا اليوم هو النسب بيانسور ووسائل الإتباط دياله أولاً سنعرف بالنسب قبل ما نمروا لوسائل إتباط النسب أهم الروابط التي تربط الأباء بالأبناء ديالهم فالله سبحانه وتعالى زرع فينا الحب ديال التناسل وغريزة ديال حفظ النسل الإشكال ديال إتباط النسب مني تكون الأب ما بغيش هديك المراقبة كتوقع واحد العلاقة غير شرعية فالله أعطاه وقعات هاد العلاقة هدي تم حمل كيف ما قلت كي يقول لي هذا الوليد خاص يتنسب ليه هنا الأب تيقول لي كيتملص من إتباط النسب ليش اللي عزو فيه عن ربط على قتوب هديك السيدة الإقرار كوسيلة من وسائل إتباط النسب هي نسبية سهلة ليش لأنك أخصنا فيها ورقة وستيلو ورقة وستيلو صافي يعني وكان ديرو ذاك المقال كي ديرو الأب وتيقر فيه بأنه راه كي يعترف يعترف الأبوة ديالو لهذاك الطفل لهذاك الطفل هذا صافي والمحكامة كتبت كتحكم بثبوت النسب وكيمكن لي يسجلو بحل مدنيا أستاذ إلهام حبيب الله ككل يوم اتنين مشكورة على جميع هذه التوضيحات شاهية طيبة دمتم في أمان الله